أهلاً بحضراتكم من جديد ودلوقتي نبتدي مع حضراتكم فقرتنا الإغبارية والحقيقة بعد انتهقنا من العرث الديموقراطي بعد إعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة لمدة ست سنوات الحقيقة المشهد كان رائع الشعب المصري فعلاً قدر أنه يسطر تاريخ أحفادنا هيقروه ويحكوه كمان لأحفاده صورة كانت مشرفة جداً بانت أمام العالم كله في الانتخابات الرئاسية بنسبة الحضور وبنسبة الانتخابات الحقيقة اللي كانت غير متوقعة ونحن نتحدث عن نسبة الانتخابات لازم بقى نشوف الدراسات المختلفة اللي اتعاملت على الانتخابات عشان نعرف النسب وعشان نفهم قد إيه عملية الانتخابات الأخيرة دي عملية مهمة وفيها أرقام لازم نقف عندها في دراسة رصدت عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بتقول بقى إيه الدراسة دي؟ بتقول إن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية فاقت كل التوقعات وصلت عند مستوى من 45% ل50% وهي بالتأكيد نسبة كبيرة جدا مقارنة بالانتخابات السابقة وأيضا مقارنة بالدول اللي بتعمل انتخابات أو العرف في الانتخابات الرئاسية في دول مختلفة وده طبعا يعني لما تيجي تفكر في هذه النسبة هذه النسبة كبيرة رغم كل التحديات اللي بتواجه الشعب المصري مش هكلمك بقى عن تحديات بنواجهها على الحدود ولا تحديات بنواجهها في سد النهضة في إثيوبيا ولا حاجات كبيرة من هذا القبيل أنا هكلمك عن حاجات بسيطة جدا بيواجهها المواطن المصري زي أزمة اقتصادية زي غلوة زي أزمة في التموين زي أزمة في التعليم أزمات كتير وتحديات كتير بيواجهها المواطن المصري برغم كل هذه التحديات وبرغم كل هذه الأزمات إلا أنه كان حريص جدا على المشاركة والتواجد في اللجان بهذه النسب وبهذه الصورة المشارفة بالتأكيد محتاجين نفهم بقى أو نجاوب على سؤال مهم وإيه اللي خلى الشعب المصري ينزل في هذه الانتخابات ويكون بهذه الأعداد الكثيفة جدا أمام اللجان ده سؤال مهم جدا محتاجين نعرف إجابته من دفنا اللي هيكون معنا على الهاتف حاليا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الخير صباح الخير على حضرتك أهلا بحضرتك يا فندي إيه سبب المشهد اللي كان موجود أمام اللجان والاستفاف الكبير جدا للمواطنين المصريين في الانتخابات الرئاسية يا فندي هو طبعا كان هناك توقع بطبيعة الحال يعني نحن كأستاذ العلوم السياسية لم نفاجأ بهذا المشهد يعني برغم كل ما جرت من تأكيد بنسب المشاركة المختلفة لكن بطبيعة الحال الدراسات والبحوث الأكاديمية بتشير إلى نسبة المشاركة بتبقى دائما في دوائر الأربعينات يعني بتتكلم من 35 إلى 40 برقم كبير جدا نسب المشاركة التي سعدت بهذه الصورة بتؤكد أمرين الأمر الأول أن المواطن المصري دائما ما يضع الدولة المصرية أمامه وبالتالي الدراسة التي حالك أشرت وتكرمت بها تعرضت لهذا الأمر ظاهرة بالتصويت والإكمال على التصويت للدولة المصرية للمشروع الوطني المصري اللي تمه طوال السنوات الماضية فالتصويت كان للإستقرار الفياسي لإستقرار الأمني الخوف على الدولة الخوف على حدود الدولة الوطنية كثير من الأمور طبعا التحديات والمخاطر بواجه الدولة لكن بطبيعة الحال الاهتمام بالقضايا الداخلية هو المعيار لأي انتخابات يعني على المواطن في أي دولة في العالم بما فيها مصر ينزل ينتخب فيه القضايا المختبطة بنمط حياة وأن ما في التصويت للمصريين ولأي دولة أخرى من دول العالم يبقى التصويت القضايا الداخلية يعني كلفة المعيشة الحياة الاقتصادية الحياة السياسية تبقى طبعا طبيعة الحياة في مرتبة أخرى لكن توفير الخدمات في المواطن السلع الخدمات وبالتالي التصويت في هذه المرة جاء مخالفا وعلي هذا صعب إلى نفس البيتنات وده رقم كبير جدا هيضع طبعا المسؤولين الذين تأثون بعد إجراء هذه الانتخابات وأي تغييرات سياسية قادمة طبعا كما تعلم وليس شرطا بمقتدى نصف التسطور أن تغير الحكومة لكن المحافظين بطبيعة الحال لا بد أن هم بيكم تغييرهم أو إعادة تكلفهم مرة أخرى بالتالي الماضي التصويت جاءت مهمة في هذه السياسة في تأكيد بطبيعة الحال على طبيعة العملية السياسية وطورها في هذا الإطار واعتقد أن المواطن المصري صوت المستقبل وصوت لحجم الإنجازات الكبيرة التي شهدتها مصر سواء السنوات الماضية وبالتالي السياسات العامة القادمة ستبقى مرتبطة القضايا الداخلية وقضايا خارجية دكتور طارق صباح الخير حضرتك سمعني لحد ما المكالمة ترجع تاني يا مونيكا يعني يمكن دكتور طارق كان بيتحدث في نقطة مهمة جدا وهي التحديات اللي بتواجه السيد الرئيس وفكرة أنه الرئيس الجديد اللي هيمسك مصر بعد هذه الانتخابات وبعد هذه النسب بالتأكيد المسئولية هتبقى عليه أكبر لأنه الشعب المصري بيكون عنده أمال كبيرة جدا خليني أخذ من كلامك يا أندرو وارجع يعني تقريبا قصة طارق رجالنا تاني دكتور طارق حضرتك سمعني آه معاك برحب حضرتك مرة تانية خليني أسأل حضرتك هذه الانتخابات كانت خامس انتخابات رئاسية تعددية لكن وعي الناس هو اللي اختلف وعي الشعب هو اللي اختلف حدثني عن رؤيتك لتطور الوعي عند المواطن المصري هو الوعي كما أشرت حضرتك الوعي مرتبط بشعور المواطن وإدراكه أنه تمت خسر بواجه الدولة المصري هذا الخسر ليس فقط موضوع سيناء تلسين وغزة لكنه مرتبط ببرورة الاستمرار في إدارة المشهد المصريين شعروا بقيمة عنصر الأمن وعنصر السياسة بمعنى أنه لم يحدث انقطاع في المشهد السياسي بسرعة أو أخرى وبالتالي أعتقد أنه ما تم هو كما أشرته هو التصويت للمستعبل المصريين بيأجلوا متطلباتهم المتطلبات دي مرتبطة بالخدمات مرتبطة بتخفيض تكلفة أو كلفة حياة المعيشة للمواطن المصري وتعفر السلع والخدمات هذا الأمر سيضع زي ما قلت الخضرية كعب على التغيير القادل بمعنى أنه قدود غزة قضية مهمة وحدود الدولة الوطنية قضية مهمة لكن حياة المواطن أيضا مهمة وتوفير الخدمات والسلع الستراتيجية أيضا مهمة التصويت أو نمط اتجاه التصويت أنمط التصويت ارتبطت ب الرهنات على المواطن المصري المواطن المصري البسيط اللي هو وقف قدام المقرات المتخل دون حجب وطبعا لعد الإعلام دور كدير مهمة جدا ودور مشرف في هذا الإطار في حجب هذه الأمر طبعا لحزاب لعب الدور لكن الأتاس كان المواطن المصري البسيط وهو أدرك أن حدود الدولة الوطنية المصرية معرضة للخطر وبالتالي تتطلب الاستمرار في إدارة المشهد وأن يستمر الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤيته ومقاربته السياسية والاستراتيجية لنفس السوتيت وهو يشعر بطبيعة الحال بتوافر عنصر الأمن والاستقرار السياسي وغيره هيبقى طبعا مرتبط بالفترة القادمة ببرورة تفعيل دور المؤسسات الوطنية يعني دور أسرع فعال لمجلس النواب مجلس الشيوخ الحكومة القادمة دي أمور مهمة جدا ستكون على رأس الأولوات في الفترة المحلية طب دكتور يعني الحقيقة السيد الرئيس بمشاركة الشعب المصري بدأ مسير التنمية وبناء من عشر سنوات ولسه الحقيقة هذه المسيرة مكملة في مختلف القطاعات إيه أهمية تكملة هذه المسيرة اللي تحدثت عليها هو طبعا الناس مستورة لأن هذا المشروع الوطن الكبير متمثل في البنية الأساسية وده غير صحيح البنية الأساسية جزء من هذا المشروع الوطني الكبير للدول المطيونة دائما ما كنت أشير في وساء الإعلام لدى ضرورة أن يكون هناك توعية للمواصل بمعلى أنه الجامعات والمدارب تنظم رحلات إلى العاصمة الإدارية الناس تشوفون المشروعات الكبيرة تروح المنطقة الاقتصدادية تروح حجم المشروعات الكبيرة لا تكتفي أن تسمع وطنقل وبالتالي في جزء من هذا بقضية الوعي وأعتقد أن قضية الوعي اللي دعا إليها السيد الرئيس مهمة للغاية أنه الذين تحدثون في الشأن العام لابد أن يكون يكونوا خبراء متفصصين وأن المواطن يجب أن يستمد مصادر معلوماته من إعلام مواطني مسؤول هذا الإعلام الواطني المسؤول هو الإعلام اللي بينقل الصورة الحقيقية للمواطن وأعتقد أنه فيه عمليات انتخابات درى هذا معنى أنه الحجد الكبير تم بفضل الإعلام بفضل ما تم السيافه في هذا الإطار الأحزاب كان دورها عادي في هذا الإطار لكن أنا في تأدير أن الجميع ربح من العملية الانتخابية مرشحين السلاد طبعا ولفت رئيس في استقبلهم أمر مهم للغاية الأحزاب لابد أنها تخرج من حالة الركود اللي موجودة وما فيه مزيد من السعالية الأحزاب لازم تقديم برامجها ورؤيتها مرة واخرى كل دي أمور مهمة إحنا بنستثبت في النجاح الكبير اللي تم وتنتج حضرتك إن هذا تم أيضا بصد الحوار الوطني اللي دعا لي الرئيس طبعا وطبعا هذا الحوار الوطني استمر السنة كاملة استمعنا وأن تصنع في أوراق السياسات وأوراق عمل كبيرة وكان مهم جدا حضرتك إن الناس تناقش تطرح رؤية تقدم تصورات ده كله بنستثمره في هذا التوقيت الجميع ربح من إدارة العملية الانتخابية مطري يعني هم نتكملوا بقى هذا لأن إحنا عندنا ده انتخابات نحليات قادمة تحتاج إلى دعم الأحزاب تحتاج إلى رؤيتها وبعدين حبل الانتخابات البرلمانية ففيه دور كبير للدولة المصرية في استكمال ما تم وأنا أعتقد أنه هذا المشروع الوطني خبير اللي بيقوده الرئيس السيسي مهم أن يتم استكمال بصورة كبيرة طبعا فيه بعض المعاوقات الاقتصادية واستحقاقات تندوق الناد وغير ولكن مصر اعتادت على الاستمرار في إنجازاتها بصورة وغير دولة قوية مؤسسة قوية قادرة بطبيعة الحال على القيام بهذا الضوء في هذا الضوء دكتور طارق فاهمي أستاذ العلوم السياسية بجامة الكهرب نشكر حضرتك جدا على هذه المدخلة ويمكن أهم ما قاله دكتور طارق هي فكرة الوعي المواطن المصري أصبح عنده وعي بكل مشاكله أصبح عنده وعي بكل الملفات اللي بتخصه وبقى في حديث عن الاقتصاد وعن الحياة سياسية في مصر وده بان جدا جدا في المشاركة الكبيرة والنسبة الكبيرة اللي شاركت فيه الانتخابات يا ملكة بالضبط وده نقل وعي الشعوب من أنه مجرد انتخابات سورية حصلت زمان الانتخابات حقيقية بتحدد مصير مصر مش بس في اللحظة الحالية على مدار ست سنين جايين